ازيك يا بنات عاملين اي رب تكونوا كلكم بخير وفيديو النهاردة هيكون كل الناس طبعا على اليوتيوب شغالة فيديوهات استعداداتنا لرمضان خزنتي ايه الرمضان كل الكلام ده انا طبعا طلعا لكم وانا حالتي حالة عندي برد دعولي ربنا يشفينا عندي برد بقلو حبة مش راضي يروح الجسمي بيوجعني الرشح مش بيقب بقلو بتاع اكتر من اسبوع صوفيا على طول بتتعب صوفيا من صحيح منازلتها الحضانة من خمس شهور وهي تقريبا بمعدل كل عشرة يام اسبوع عندها دور برد وسخونية تعبت لفيت بيها عند كاترة تقريبا الشتا ده كله قبضيناه كده يعني هي نزلت حضانة من بداية الشتا فمش عارفة ده بقى علشان هي نزلت الحضانة ولا علشان خاطر هو الشتا كده مع نزول الحضانة بيبقى عرضة اكتر للعدوى فالدنيا بتبقى صعبة كده انا مش عارفة مش عارفة ايمتا هتاخد مناعة اكلتها برضو حشا قريفة ده بدي بتاعيكل استعداداتي لرمضان بس بشكل مختلف طبعا انا ما عنديش بقى جو الخزين البيت والحاجات دي انا شخص عموما في العادي ما بخزنش وما بحبش اعمل الحاجات دي وبحست انها بيتهدر طاقة مالهاش اي داعي سقف رمضان او غير رمضان يعني اقصى حاجة ممكن ايخزنها اللي هو مثلا لو انا عصرة طماطم شوية زيادة مع اكلتي اشيل كيس كيسين بس ده اقصى حاجة ممكن اعملها لو متابلة فراخ كتير اشيل مثلا حبة تانين بس استعداداتي الرمضان المرضي هتكون مختلفة جدا وهي حاجة انا عايزيكم تعملوها حاجة اثسية قوي في رمضان لو هنصحكم نصيحة واحدة بس في رمضان تعملوها هي جماعة ان انتو تطلعوا من رمضان ده عمكوا اللي كنتو عايزينها تتحقق اه ملام ده فلو هنصحكم نصيحة واحدة هنصحكم بالدعاء ركزوا في رمضان على الدعاء دي اجندتي اجندة الامنيات بتاعتي اجندة الاحلام اجندة الدعوات الاجندة دي انا عمدي بقالها كتير نوت بوك ده او الاجندة دي بقالها حبة بقالها حوالي سنة وشوية انا مضمينة نوت بوك بس الأجندة دي لها مشاعر خاصة بي أكتر هي متجوارفاش أي حاجة دي شكلها عادي جداً زي ما تشوفين بكتب فيها أفكاري لليوتيوب بكتب فيها الدعوات بتاعة رمضان هتقول لي بتكتبيها ليه؟ هقول لكم بكتبها علشان أفتكرها رمضان اللي بعد كده وعلشان كل يوم على الفطار وفي التهجد بفتح لو في حاجة نسيها بدعيها فهتفتكري أكتر وعلشان لما ترجعي لها بعد سنة وليها بكتوبة قدامك وتلاقيها تحققت بتبقى إحساسها حلوة قوي بتفكرك تحمدي ربنا بتفكرك تشكولي ربنا اللي أنا عايز أقوله لكم إن أنا استعدت لرمضان من أنا كتبت الدعوات بتعتيلي لنفسي إنها تتحقق هنا في الأجندة دي بارح على التكتب وعايز أقوله لكم لما فتحت الأجندة دي أنا اكتشفت إن كل دعواتي لدعاية رمضان اللي فاتت حققت أنا بالنسبة المؤمنة بي قوة الدعاء وقد إيه هو الدعاء ده بيغير القدر وبيغير حي كتير في حياة الإنسان لو دعيتي من قلبك بجد لو كنت مؤمنة فعلا مقنة بأهمية الدعاء وبتدعي وإنت مقنة بالإجابة ربنا فعلا بيحقق لك أمنيتك دي ودعويتك دي حتى لو خدت سمين يعني عايز أقوله لكم إن أنا شغلي أنا بصور لكم في زيادة من زيادة الشغل أنا شغل اللي أنا في حاليا ده أنا دعيت بيه في رمضان زي زي الوقت ده في رمضان اللي فات أنا كنت بدعي دعوة هي ممكن تبقى غريبة شوية يعني محدش بيني بالطريقة دي بس أنا مؤمنة أن أنت قولي ربنا كل اللي أنت ينفسك فيه من جواكي مفيش حاجة مستحيلة على ربنا مفيش حاجة بعيدة على ربنا بأي شكل من المشكال أنا دي بحكي لكم موقف ده هحكوه لكم علشان أولاً فأما بنعمة ربك فحدثه وكمان علشان تؤمنه قوي بالدعاء وعلشان أسبت نفسي علشان في يوم من الأيام أنا هارجع للفيديوهات دي تاني وهفتكر دي في وقت من الأوقات أنا كنت بدعي بحاجات وربنا استجاباني فلما ربنا بيأخر عني كنت دعا الاستجابة لوقت من الأوقات في حالات معينة وأكيد ده الخير ليكي والحكمة هو يعلمها أنا زي ما أنا طلعت وحكيت لكم قبل كده أنه انفصلت قبل ما انفصل أنا خريجة رياض أطفال اتخرجت بالجامعة اشتغلت سنة في مجال التدريس في الحضانة ومعجبنيش الموضوع ما حستتوش من قلبي مكنتش مبسوطة فيه أو كنت بقى دي كويس وأدائي ما كانش وحش وتقييمة كان كويس بس من جوايا أنا مكنش مبسوطة مش ده الشغل اللي أنا عايزة أشتغله ومش هو ده اللي مناسب لشخصيتي طبعا حصلت الأحداث اللي حصلت وأنا نزلت مصر وقعدت وكنت فيه فترة قبل ما انفصل قعدة في البيت المهم من الشغل اللي ده بالتحديد في التفصيلة دي أنا كنت ريف سأشتغل شغل زي كده وصحبتي اللي دلتني على المكان كانت كنت بكلمها في مرة قايتلي مش عارفة لما انفصل بكده نشوف كانت ساعتها صوفيا صغيرة قوي كانت 9 شهور لما أنا كنت بفكر أشتغل الشغل ده وما كنتش انفصلت بعد كده لما انفصلت كانت صوفيا عندها سنتين قعدت كام شهر وبعد الانفصال وبعدين جي رمضان قعدت تدعي نصا كده يا رب ألاقي شغل أمبسط فيه وأحس فيه أن أنا مبسوطة وكون مرتاحة فيه والناس فيه كنوا كويسين هي دي كان دعوتي إن أنا شغل أمبسط فيه بعيد عن التدريس عشان أنا محبتش المهنة وناس فيه يكونوا كويسين وسبحان الله أنا فكرة كويسة كنت بادعي الدعوة دي في رمضان يوم 25 رمضان لقيت صحبتي بتكلمني اللي كانت شغالة فيه أنا بشتغل في شركة انتيريير ديزاينر بيزنس كوردريتور هي اللي كانت شغالة فيه الوظيفة دي قبل كده وثابتها وقعدت في البيت وفيه حد جي ما كانها فالقيتها بتكلمني بتقول لي ماري فكرة الشغل اللي أنا كنت فيه القديم قلت لها آه قالت لي أنا عرفت إن البرنوتة اللي جات بعدي حدثيه بالشغل وباو يدوروا على حد بيعملوا انترفيهات كتير في فترة دي بس مش لقير حد إيه رايك تروحي تقدبي لا يا يا شايماء هي اسمها شايماء معرفش هتشوف الفيديو ولا قلت لها يا شايماء أنا معديش أي خبر طبعا في المجال ميح أنا بقديش بتسديف البيت لها بود الجوازي زائد إنه أصلا أنا بعيدة عن المجال يعني الخبرة اللي عندي في التدريس ما بعرفش أي حاجة على الكمبيوتر الإكسل والوورد والحاجات دي مش قوي فيها فكرة الماركيتنج والحاجات دي أنا قريش فيها قوي مجال الديكور ده أصلا أنا مش عارفة في حاجة فقلت لها يعني دي هم عارفين إن أنا بيح قلت لي غابوس دي هنجرب وبتاع وخليهم يكلموكي وتشوفي وإنه لما روحت اشتغلت زي كده كانت إيه يعني ما كانش عندها خبرة بلد فقلت لها خلاص نديهم الاسي في وقل لهم الكلام ده فبعدت لهم اسي في بعدها بيومين بعدتلي قلت لي قالوا لي إنه هو تعالي عملي إنترفيو وليس حبتي تيجي تعمل إنترفيو وهم مش لقين حد مناسب هم كانوا بيدوروا في الوظيفة دي على مش بس حد يبقى عنده مؤهلات الأهم عندهم الشخصية وهي تبقى ونسبة للمكان فأنا روحت سبحان الله عملت الإنترفيو أنا فاكرة كنت في رمضان كان بينا روحت عملت السبعة وعشرين رمضان حاجة كده قبل بردهم يخلص بكام يوم عملت الإنترفيو أه التحت للمكان وهم رتحوا لي وقالوا لي أوكي أنت هتبقى معانا بعد العيد أنا فاكرة كويس أن أنا اتفاجأت وصدمت و قلت سبحان الله يعني الدعوة حققت طبعا في بداية الشغل طبعا كما ده أمرهج من إسبالي كنتش فاهمها كتير خدت وقت عبار ما استوعبت الشغل وفاهمت الشغل ولكن لقيت أن الدعوات يتحققت الناس هناك مسموح ترمة أنا ارتحت لهم شغلة أنا حابة لقيت نفسي فيه شبه حاجات أنا بحبها آآ بتابعة العملاء أن أنا بيشغلوا كان بين أنا بتابعها آآ أنا ليه بحكي لكم الكلام ده بحكي لكم الكلام ده علشان أنا دلوقتي ورمضان التاني جاي وبقية أعتبر السعنة في الشغل رجعت الأجندة ورجعت للتفاصيل اللي كنت كبها فيها يعني اكتشفت أنه دعوتي اتحققت عادت أحبط ربنا وعادت أشكره طبعا بحبط ربنا على طول حاجة تاني حاجة آآ تعلمتها في الجزئية دي إن ربنا بيديك الحاجة في الوقت اللي أنت مستعد فيه يعني أنا منه صوفيا تسعة شجور وقبل انفصالي أنا كنت عايزة أقدم وكنت بقوله صاحبتي تشوف لي لو ربنا محتاجين أحد بس هي قلت لي لأ بس ربنا بعت هالي في الوقت المناسب اللي هو خلاص أنا انفصلت وخلاص وإنه تفرقية بد الله كلها من ساعتي فربنا سبحان الله بيبعث لك الحاجة السعب بتاعتك بيبعث لك الحاجة في وقتها المناسب في حقيقة أنا تجربة الشغلي دي فخورة بيها وحبها طبعا فيه صعوب بمور بيها كتير جدا إن شاء الله بقى حكا لكم في تفاصيل تانية فكرت يبقى عندك طفل وتشتغلي دا مش حاجة سهلة خالص مش حاجة مش أحسر حاجة مواعيد الشغل اللي بيبقى بالطريقة دي بيبقى مواعيدة بتكون صعبة شوية اللي زي بقى أرضك بيت وولاد فمش أحسن حاجة زي ما انتم متخيلين بس فحاجات تانية هو مريح بالنسبالي أنا شخصية بس حبيت أقول لكم أنتم ادعو اكتبوا دعوتكم لحوا على ربنا في الدعاء كل سجدة ادعو فيها ما تيقسوش انتم تدعو بحاجات دنيوية أو كده ما تيقسوش ان هي تعد سنين ما بتتحققش أنا تجربتي مع الدعاء مش بس في الموضوع الشغل لا أنا الدعاء بالنسبالي حتى في صوفيا ولا ما كنت ريفسي أخلف عد سنين أدعي كانتش سعادة ما كانش رمضان واحد ما كانش يوم عرفة واحد ف ادعو تمسكوا الدعاء للي دعوة ولي قلني عايزة ربنا حقال ويدعي من قلبه وممكن انها تستجيب ما يبقاش عنده تزمزب ده شرط استجابة الدعاء انك تبع عندك يقيب بالاستجابة واني لو ربنا نأخرها فهو الحجمة بس كده هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة تمني يكون الفيديو بسيطة واستعداد بسيط لرمضان تبني يكون الفيديو عجبكم ساشتغلوا لايك وشير وسبسكرايب فقط اشتغلوا في قناة فعلوم كرس شايف لكم شعر وزفادي على طول واكتبوني في كومبنتات بتستعدوا رمضان ازاي باي باي